تختتم اليوم فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من معرض الخريف الذي أقيمت أنشطته ولأول مرة في مركز البحرين العالمي للمعارض في الأسخير المعرض ومنذ افتتاحه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وحتى اليوم شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين لكونه بات يعد من أكبر المعارض المختصة ببيع المنتجات الاستهلاكية حيث نجح هذا العام في استقطاب 650 عارضا من 16 دولة إضافة لكونه قدم تجربة تسوق موسمية أتاحت الفرصة للمتسوقين للحصول على أفضل العروض من مختلف الدول وبأسعار تنافسية هذا ويعد الزخم الذي شهده المعرض من ناحية العدد الكبير من العارضين والإقبال الكثيف من الزوار والمتسوقين مؤشرا على تعافي قطاع صناعة المعارض في مملكة البحرين بشكل ملحوظ وبوتيرة متسارعة